مصر عملت ونظامة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في وقت كمان صعب وقبلها معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية بالضبط إيدكس معرض مصر الطيران والفضاء ده اتعمل قريب في بداية سبتمبر وكان الحقيقة المعرض ده دي نسخة الأولى النسخة الأولى خلينا اتكلم معايير عالمية المعرض فيه ثلاث فعاليات رئيسية الفعالية الأولى هو معرض لداخلي وده فيه شركات وصلوا 300 شركة من 100 دولة ما حدش بيوصل للعدد ده في أول نسخة بتوصله في الرابع خمس نسخة النقطة التانية الفعالية التانية هو معرض خارجي للطيرات طيرات العسكرية وطيرات مدنية وعدادهم كبير والحقيقة دي فعالية تانية مهمة جدا الفعالية التالتة برضو الأكثر أهمية وهي العروض الجوية سواء للطيرات أو لفريق العاب الجوية وبالتالي أي معرض سلاح دول أكتر ثلاث حاجات بيعملوا ما حدش يدر أعمال أكتر من كده وبالتالي إحنا وصلنا في النسخة الأولى لثلاث عناصر رئيسية يخلونا الحقيقة ناصر إلى مستوى عالمي بهذه المشاركة عايزة أرجع لاتفاقيات مصر في الدول الأفريقية لأنها دي يعني محتاجة وخاصة السماء نظرة مهمة جدا أولا أنا لما بتعاون عسكرية مع الدول الأفريقية بتعاون من خلال الحكومة الشرعية عشان أقوى القوات المسلحة أنا مش رايح أحارب حد وبالتالي حننشوف مثلا في حالة الصومال احنا تعاوننا في مصارين المصار اللي أقوى من خلال مازال التتحاد الأفريقي ودي قوات حفظ السلام ودي واضحة جدا وتحاد الأفريقية آلية الشغالة على أفريقيا كلها النقطة التانية فيه جزء من القوات بيدرب الجيش الصومالي بحيث أن الجيش الصومال يصل إلى مستوى عالي جدا وندي له خبرتنا فيه الحرب غير التقليدية والحرب التقليدية بحيث يقدر يبسط الأمن على كامل أرض الصومال خاصة أن الصومال لو ضعيفة بقت مطمعة ودي دولة عربية إضافة لموقعها المهمة جدا على وأمن البحر الأحمر وبالتالي فيه دول بتطمع فيه الصومال وبتعاون دولة زي السيوبيا أنت عايز مينة عايز مينة أتعاون أتعاون مع الحكومة الشرعية وأخذ المينة أو أخذ أصدر من خلالها لكن أروح أتعاون مع جزء عايز ينفصل مقابل الاعتراف به أخذ المينة يعني هو أسيوبيا هل تقبل أنها حد يروح يتعامل مع جزء من الرومو أو التجري ويسيب الحكومة الشرعية ما يتعاون مع الحكومات الشرعية ويتعاون بشكل مؤسسي محترم ومحترف فمصر الحياة النقطة دي مهمة جدا علشان تقويت الصومال وأيضا ضمان أمن البحر الأحمر وبصورة واضحة قدام العالم تتفق مع المعايير سواء التحاد الإفريقي أو المعايير حتى الأمن والتحاد شي كده مرحب به بشكر حضرتك ألف شكرا جزيلا على هذا الحوار المهم ألواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجانة وورتنا كونتبش عزيز علينا في مصر جديدة ألف شكرا بشكر حضرتكم أشوفكم بكرا إن شاء الله في مصر جديدة